السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة وصفات نعمة كل سنة وانتو طيبين والنهارة ان شاء الله هعمل لكم فكرة فطار بسيطة جدا ومنجر اي تكاليف خالص هنعمل مع بعض كفتي الداود باشا وهنعمل رزب الشعرية وشربة وهنعمل كمان الحلو ويلا بينا نبدأ الفيديو ونقول على المقادير بتاعتنا اول حاجة عندي نص كيلو لحمة مفرومة وعندي بصلة متوسطة اللحمة دهيت انا طلعوها كده سقعتها شوية علشان لما يجي اطحانة في الكابة تطحن معايا بسرعة فالمفروض ان هي بيكون سقعة كده كويس علشان تطفرن معاك حلوة قوي مع الايه البصل اول حاجة عملتها انا فرمت البصلة كويس جدا وبعد كده هنزل باللحمة اللي عندي شوية شوية وهبدأ افرم البصل واللحمة مع بعضه كفت الداود باشا من الاكلات الجميلة جدا لكل الناس بتحبها اول حاجة هحط بقى البهارات دلوقتي بعد ما فرمتوهم هحط نص معلقة صغيرة بهارات لحمة وكمان نص معلقة بهارات اللي هي سبع بهارات ورشة قرفة بسيطة كده ربع معلقة والملح بتاعنا طبعا هيخد نص معلقة برضو من الملح ومش هكتر لان انا لسه هحط كمان ملح في الخطوة اللي بعد كده هفرم بقى التوابل مع اللحمة مع البصل كويس جدا علشان يتدخلوا مع بعض على فكرة لو مش عندكو كبة ممكن التبشور البصلة دي ناعم قوي وبعد كده تضيف عليها اللحمة تكوني مثلا عندي الجزار من دهالك والشين وبعد كده تعجنها كويس قوي قوي بيدك وده بيكون قوامة زي ما انت شايفة كده اخدتها مريحتاش ولا حاجة خالص هكورها كور متوسطة الحجم على طبق كده زي ما انتوا شايفين اللحمة المفرومة دي فيها نسبة دهن يعني انا قلت للجزار يحطيلي علىها حتة دهنة كده علشان تبقى حلوة كده متماسكة وكمان طعمها بيبقى حلوة قوي وكل ما نوع اللحمة كويس كل ما كمان الكفتة اللي عندك دي بتبقى طعمها حلوة قوي هنعملها النهاردة بطريقة بسيطة جدا هنشوفه معي ومتعمها كمان هيعجبكم جدا بصتماء ما شاء الله ونصي كده لحمة مفرومة عمال لي قد ايه من الكفتة بعد ما خلصت التكوير هبدأ دلوقتي هسيبها بقى تريح في التلاجة وهبدأ اعمل رزل انا عندي دلوقتي كباية ونص من الشعرية حطيت طبعا مادة دهنية اللي انت عزاها سمنة وزيت انا بحب السمنة وزيت مع بعض وهحط كمان كباية ونص من الرزل انا بحب حط الرزل قد الشعرية ما تستغربوش يعني كل واحد بحب حاجة يعملها فيه ناس بتحط الشعرية وضعفها الرز انا بحبش كده انا بحب الرزل قد الشعرية هحط بقى الملح البتاعي وبعد كده حط ملح المبهر الملح المبهر ده يا جماعة انا بعمله في البيت كده اللي هو ملح عليه كمون عليك وزبار عليه في الفل في الاسود بس تعمله في كل اكلاتي بحبه جدا حتى لو حط سبع بغرات او مثلا اكلة هحط فيها بغرات اللحمة باستغناش برضو عن الملح المبهر ده حطيته بقى وزبطت الملح بتاعه وقلبته حطيت الميا بتاعت الرز العادي اللي انتوا عارفينها الرز كميته بتبقى قد الميا او على حسب نوع الرز لو عايز ميا بنزودله واول ما غيري وطيت عليه وركنته على عين تانية وهبدأ بقى بعد ما الكفتة بتاعتي استريحت هاخدها حطيت في التصل اللي عندي زيت وحطيت كمان زبدة او سمنة بلدي وعلى فكرة السمنة او الزبدة اللي انا عملتها معاكم على القناة انا خدتها وسيحتها وخلتها سمنة دي اللي انا بعمل بيها شغل بقى كله سواء حلويات او بعمل بيها اكل زي ما انتوا شايفين ده فانا حطى منها برضو معلقة كبيرة ويتا السيحة سهل جدا زي ما قلت لكم ان شاء الله بقى اعمله معاكم في فيديو بعد كده يعني اخدت بس اللون بسيط كده هبدأ بقى طلعها في طبق جنبي لحد ما احمر كل الكمية وهي هنا مش هيبقى سواء كاملة هيبقى نص سواء وبعد ما خلصت كل الكمية انا جبت معلقة طوم مفرومة اللي كنت انفرزا معاكم قبل كده وهشوحة تشويح كده مش هحمرها قوي تشويحة بسيطة كده وخلاص هحط عليها دلوقتي ايه هحط كوب بيتين من الصلصة اللي انا كنت مسبكيهم يعني حط عليهم بنجر وسايبهم يغلو كزا مرة كده وكنت انفرزا في الفريزر فبتنفعني جدا الصلصة دي مش عليها بقى لملح ولا توم ولا اي حاجة خالص باخدها اسبكها مع بعضها كده وحطها في الفريزر بيبقى عليها كمان السكر بتاعها او لما خرجها بحط لها معلقة صغيرة من السكر هنشوف دلوقتي دول كوب بيتين صلصة انا حطت دلوقتي بقى معلقة صغيرة بابريكا ونص معلقة من الملح وهحط كمان السكر وهحط بقى بهرات اللحمة زي البهرات اللي انا حضرتها قبل كده نص معلقة صغيرة بهرات لحمة نص معلقة صغيرة بهرات السبع بهرات وكمان هحط رشة قرفة والسبع بهرات ما قداش يستعنى عنها خالص بجد اللي بيزبط الاكلة دي البهرات بتاعتك لازم تكوني مزبطاها وانا عملت طوعا معاكم البهرات على القناة وكانت حلوة جدا ونافعيني قوي دي رشة السكر اللي قطلت لكم عليها مهمة قوي بتزبط جدا الطعم وهسيبهم بقى مع وعد انا مش هساب بكم تزبيكها جمدة كده انا هسيبهم يغلو غلويتين حوالي مثلا عشر دقيق على نار هادية خالص وبعد بقى ما يتشرب ميتها بس مش قوي يعني حاجة بسيطة هنشوف هنعمل فيها ايه بعد بقى العشر دقيق هحط الكفتة بتاعتي هسويها بس كده وهسيبهم مع بعض كده خمس دقيق وبس كده خلاص هيكون هي اكملت سواها وبقيت تمام طبعا انا بغطي عليها الصلصة دي اللي واحدها حكاية يعني حتى لو حدش هيكل اللحمة ويأكل الصلصة دي طعمها حلو جدا الخطوة اللي بعد كده انا طبعا مش هسيب الاكل كده من غير الخضار يعني فانا هعمل شربة خضار جميلة جدا انا شربة الخضار بتاعتي بحط السمنة البلدي اللي اطلقوا عليها وبحط برضو زيت بسيط وهحط بقى البصل اللي عندي ده كان متفرز يعني حوالي مع لقتين كبار بصل وعندي بقى الخضار اللي انت عايزيه يعني انا حطيت بسلة وحطيت جازر وحطيت بطاطس لو عايزين تحطوا كوسة حطوا براحتكم وانا بحب اشوح الخضار مع بعضه كده مش عشان هو متجمد يعني لا انا بحب اصلا اشوحه مع بعضه شوية بسيطة يعني مش كتير حوالي خمس دقايق كده ياخد بقى من طعم السمنة وياخد من طعم البصل وكله يبقى طعمه حلو وكمان هيتشرب بقى بالزبدة اللي عندي او بالسمنة البلدي فبيبقى حلو جدا على عين تانية انا كنت بغلي شربة سواء كانت شربة لحمة او شربة فراخ ادي شربة لحمة فيها قطع لحمة كمان فانا بقى هحطها وطبعا هي فيها ملح فعلشان كده انا هاخد بالي لما يجي احط كمية الملح فحط رشة بسيطة كده حوالي نص معلقة صغيرة وكمان هعطلها بهارات برضو من اللحمة معلقة صغيرة او رشة بسيطة بس عشان اصبط الطعم وهقلبهم مع بعض كويس واعمل بقى الحلو بتاعي النهاردة مهلا بيت الشوكولاتة اول حاجة جبت الليتر من الحليب وحطيت عليه 3 معالي كبار من النشعال بارد وقلبتهم كويس اوي مع بعض وبعد كده هحط لهم بقى الحاجات اللي هقولكم عليها هي بسيطة جدا هحط لهم معلقة كبيرة من الكاكاو الخام وكمان 3 معالي كاكاو محلة طعم حلو و 4 معالي كبار من السكر وهقلبهم مع بعض كويس اوي عايزين تحطوا قدعة شوكولاتة احطوا بس الكاكاو الخام يا جماعة مع الكاكاو المحلة بدي طعم حلو اوي المهم من الكاكاو المحلة يكون من نوع كويس جدا يكون طعم حلو هقلب كله بقى ورفتحت البتاجاز بتاعي النار يعني وبعد كده لحد ما القوام بتاعي تماسك بيبقى طعم حلو جدا فطرنا بسيطي النهاردة محتوى على كل العناصر الغذائية وكمان عملت شبسي يارب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتجربوه وما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو وانتظروني فيديو جديد ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة